كريسانو رونالدو فيه سلوكيات غير أخلاقية بناديله مسي مسي ما عندوش التولز والأدوات اللي تخليه بأريلاكس أياً كان الأحداث اللي برا واحدة الست بتقول أنا حلوة أنا حلوة أنا حلوة مش دله يخلنيه حلوة ويزن النعيمات بمهاجم الأردن إحنا ما جينا بس عشان نشارك إحنا جينا عشان نفوز باللقاء ده حد فاهم طاقة أعلى الطاقات الكامنة للجسد البشري بتخرج في حالة الجوع بس ما يكلش منسف لا لازم منسف عشان تسطل وتنام بعدين بالو تيلي طالما هو عاوز يثبت نفسه إذا هو مش وزق في نفسه ياريته مكان نهاية عربي إذا هيك بده نصير إن أنا جوايا فجور وإنت سامحت له يخرج يعني خالق شكّح لك اتهمات أوه اتهمات أوه وجدك تبر منك لأني غني فقالوا إنك نص سابق ان غباء مني لأسف ممكنني خلينا نتح تعرف دكتور عندي 500 ألف سؤال صار على غير اللي أنا محضر دكتور عمارة نورتنا ده نورك يا غالي ربنا بلك فيك يا رب إنا يومين مش شايفينك حبيبي بس تعد لهذه الحلقة دسم يعني أنت حتخصص جزء من هذا العلم للرياضيين ما حكيت فيه من قبل ما حكيتش في الجانب الرياضي فعلا من قبل في موضوع الطاقة وعلم النفس حلو أنا ححكي كله رياضة بس هيكون عندي تسلل كم من شاء بره رياضة تسلل براحتك شو تخفطاتيك بديت تحمسها تسلل كما شئت طيب الرياضي اللي خلاني أتشجع وأعمل هذه الحلقة وأتحمس إلها حكيت لي مرة في جلسة خاصة إنه أنت قادر تأثر على رياضي إيجابيا أو انتصارات أو ألقاب يعني مثلا فريق إذا معد بدنيا ومهاريا جيد ذهنيا والجانب النفسي والجانب الأخرى بعلم الطاقة قادر إنك تخليه فوز في لقاب أو في بطولة ده أنا أقولك حاجة حلوة وده يعني أنا واثق من كل كلمة بقولها ودقة اللي أقوله الفريق لما بيفهم بعض الأمور النفسية وتدريبات النفسية الدقيقة زائد المعلومات الطاقية الأداء بتاعه بيتضرف عشر يعني أنا مش هحول حد فاشل إلى نجح في نماذج نقدر أضرب لك أمثلة مثل فلان ممكن أتفضل يعني مثلا كريسانو رونالدو كويس هذا الرجل بيعتمد على بناء جسمه بشكل سليم زي ما بقوله الكتاب الشيك بالمصري بتحكوه بيمشي بالملة يعني منه بيصحبك كير بتدرب باليوم أربع خمس واجبات تدريبية غير تدريب النادي تغذيته كويسة ما بيأكله مشروبات روحية ما فيش الدهون بيهرب منها الحلويات هذا الرجل بيبني جسده بشكل جيد لازم يكمله إعداد ذهني الله عليك لو هقولك معلومة بالنسبة طالما جيبنا سيرة شخص أنا بيمكن بيحبش أجيب أسماء عشان أبعد عن الغيبة أو كده ولكن هو بينفعل وبيتنرفز طير ولما يتنرفز بيعمل سلوكيات ممكن تضره صح ده الجانب النفسي بقى حلو ليه بقى؟ لأن مجرد ما بتشوفه وبتدع تعرف أنه بيراكم ما عندوش التولز والأدوات اللي تخليه بقى ريلاكس أيا كان الأحداث اللي بر أوكي لو البني آدم بقى هادي أيا كان الحدث اللي بره أعرف أن دايما النتائج إيجابية أعلى بكتير وهيحمي نفسه من أخطاء أكثر إذن هو بركز على الإداد البدني وناس الذهني أو مش مركز عليه أنا معرفش هو بيعمل إيه بصراحة ولكن أنا شفت السلوكيات فعرفت أنه لأ محتاج يشتغل على الجزء ده مهم ما يفعلش حد يعني في الدور السعودي فيه سلوكيات غير أخلاقية ما بيصير يعملها أعملها صح بس الناس هوا خلينا خلينا نتفق اتفاق أن السلوكيات الأخلاقية مختلفة من culture و culture يعني ممكن تبقى عندهم عادي عندنا مشكلة فهو محتاج يتعرف بس عليه أعتقد أنه عندهم هي مشكلة خلاص لو عنده يبقى هو بالنسبة له لو هو متجاوز الجانب الخلقي بالنسبة له كمعايير وهو الشخصية نعم أقول لك يبقى هنا محتاج يشتغل بقى على هو السلوك الأخلاقي كويس ولكن فيه over أنا عايز أفهم بس هل هذا إلو علاقة طيب خليني اتفضل اتفضل فخلينا أقول حاجة مهمة أوكي لو شخص عارف أن السلوك ده أخلاقيا في مجتمعي وفي culture بتاعي غلط وعمله ليه ليه عمله أنا هديك السابة أنا ما أدرش أقول له أنا ما أتكلمش معاه ولكن أنا ممكن أكون عاوز أبين للناس أن أنا مش فرق معي أنا أنا ما عنديش limits أنا وصلت المرحلة أن أنا أتجاوز خلوط الحمر عادي I don't care بالعالم I don't care ده مثلا ده جزء الجزء التاني قد يكون هو بالنسبة له في صراع داخلي ما بينه وبين culture دي من زمان فعاوز يحس من جوة بالتحرر منها ما بيستخدم الأدوات دي عشان أنا أو قدرة الآخرين أنا استفزازه دكتور ممكن يعني مثلا في سعودي بنادوله ميسي ميسي هو أو ميسي يعني متنافسين فلما ينادوله بميسي يستفز صح ما هي دي النقطة بقى خلينا أقول كمان جملة أنا قلته منافسة إحنا مشكلتنا إن تم شحن العبارات والألفاظ بمعايير بتعمل حالة من الندية لأن المنافسة أصلا هي منافسة ما ينفعش يبقى فيها عداء بينهم من الآخر المفروض إحنا الاتنين قدامنا هدف وإحنا الاتنين بنسعى لي فهنشوف مين هيوصل أكتر وبالتالي أنا أحب الخير لأخويا وبتمنى له الخير بس أنا عاوز أنا كمان مش هيكون بالأخل الله عليك لكن إحنا حتى لأن كلمة المنافسة كلمة قرآنية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من المعنى بتاعها مستحيل يكون المعنى الدرج الحالي سلبي طبعا 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 أنا عايز أربط الشحن اللي بيكون عند الجمهور إذا كان هذا الشحن سلبي وخايفين الفريق يخسر والفريق التاني أقوى وإحنا إمكاناتنا هل هذا ينقل للعيبة إذا كان فيه أي نوع من الخوف أو عدم الثقة الله عليك هنا بقى الترك النفسي بقى أو الجزء النفسي معنى الفشل أو معنى الهزيمة إيه بالنسبالك نعم لأن بعض الناس المعاني هي اللي بتشكل المشاعر بتاعته وبتشكل سلوكياته الميننج اللي حاصل نعم فلو أنا شفت نفسي صورتي تهزت وقمتي تهزت لو فشلت أنا ممكن أدافع عن هذا عن هذا الموضوع حتى يوصل للدم إزاي نربط الموضوع بإن البني آدم يبقى قمته الذاتية لا تهتز تحت أي ظرف أو النتائج أي أن كانت نتيجة ما هو اللي حاصل إيه إيه الفرق بين الشخص الناجح اللي بيستمر في النجاحات لفترة طويلة والشخص اللي ما بينجحش إنه خايف يفشل نعم خايف إن شكلي أو صورتي أو قمتي تتهزق دم الأخرى يعني مثلا خسارة فريق 8-2 في دورة أبطال أوروبا شو منت بايرن فاز على برشلونة كجانب نفسي كل الناس بدأت تتنمر على جمهور برشلونة على برشلونة رغم إنه برشلونة فريق حقق شداسية أكثر من مرة اسمه كبير جاب نتائج رائعة وهي دي بقى شوف قلت إيه 8-2 حتى كمان المعدل أو الفرق في السكور بيبقى بيدي معاني تانية تستخدم من بعض الناس لعمل استفزازات هنا أهمية بقى إزاي اللاعب أثناء ما ممكن على فكرة أحد اللاعبة ودي ممكن في بعض الماتشات شفتها يعمل خطأ في الملعب يضيع كورة كتسهلة جدا أو ينفرد بالحارس ويضيعها من التوتر ما التوتر اللي خلاه يعمل كده وخوفه من رد فعل الناس في بعض اللاعبة للأسف بيبقى لما بيلعب مع الجمهور بتاعه وبيجي من نتائج سيئة في حارس مر ما مش هتكون أسماء طلب المدرب إنه يبدله رافض يخرج كان في ركلة الجزاء ترجحية أو ركلات ترجحية صد ثلاث ركلات شوف ما هي أنا عايز أفهم شو اللي عم بيصير يعني هو صار عنده تحدي أكبر لأنه بدي يطلع فقاتل من أجل أنه يحقق الفوز لفريقه الله عليك شوف خلينا أقولها لك في قاعدة الناس بيتحطوا في مواقف تفجر داخلهم الحافزية والتحدي لإثبات ذاته حلو إحنا من سبيها الطاقة الكامنة في الرياضة يعني في طاقة بتظهر مرة أو مرتين بالحياة بس تغفز على سور خمس متر الله عليك النقطة المهمة فين بقى إزاي بتدريبات علمية أوصله لإخراج هذه الطاقة وما تبقاش كامنة تبقى مستمرة وتزداد حلو بحيث ما بقاش مستنى ما يحصل موقف أو ما يحصل شيء لا إيبقى هو متدرب إزاي يعيشها أصلا من بدري وبالتالي يخرج لأن في نقطة مهمة قوي جوة كل إنسان فينا مخزون من الموهبة لا يخرج بدقة إلا لما الطاقة دي تستفز فالناس بقى للأسف لو سابوا نفسهم للطبيعي هي بتستفز بالضغوط والظروف القاسية أو المواقف اللي فيها إحراك شديد أو ذل أو إهانة فبتتفجر وتطلع حلو إزاي بقى نطلع هالو هو ده بقى الشغل بتاعنا ده الجواب على السؤال الثاني بس قبله في دانمارك في أعتقد 92 كاس ومموروبا أجوا بدل يوغزلافيا كان في قصص الحرب منعوا يوغزلافيا أجوا شاركوا فازوا باللقب شو تفسيرها هذا طيب ما هو خلينا أقول حاجة مهمة قوي عارف لما يكون بني آدم إحنا بنسميها في مجالنا كده إزاي تكون محايد أوكي محايد يعني إيه مش واخد الموضوع على قلبك وداخل حياة أو موت أوكي كل ما كنت في حالة حياد حالة الريلاكسيشن دي أو الرضا اللي الدارجة يعني كل ما طاقتك رتافعت أكتر وكل ما قديت أعلى يعني لما يكون فيه فريق هو شايف أنه داخل منافسة كبيرة وشايف الموضوع فيه تحدي ممكن يؤثر سلبا على أداؤه أوكي لكن لما يكون مستبيع عارف بيا أنا خلاص كده كانت بايزة ما كنتش هلعب فيالله بقى ما نهفن نلعب باستمتاع هنا أداؤه بيبقى أعلى بأكتر ما يكون بس هي فيها شعرة يازم تتعامل صح حكيك كلمة مهمة أنه يلعب باستمتاع أيها أنا بكأس آسيا الأردن فاز على كوريا الجنوبية وكانت تعتبر يعني محدش متوقع موسى التعمري بالمؤتمر الصحفي هو حسين عموت المدرب حكي أنه المدرب طلب منه ناس تمتاه ادخلوا استمتاعوا باللعب بدي تقدموا أداء مقنع وأداء يرضي ففازوا على كوريا اللي هي كانت من هي واليابان من أصعب الفرق هي دي معلومة نفسية دقيقة الاستمتاع هو أقدر أقول أسمى الغايات اللي ربنا وضعنا في الأرض عشانها خلقنا أصلا عشانها يعني دايما كنت أقول كده وينكي فيه ناس هجموني كتير في الحتة دي نحن خلقنا لكي نستمتع في الحياة في الحياة بصفة عامة سواء ما هي حياة مستمدة مستمرة سواء دونيوية أخروية هذه اسمها حياة لتنين الحياة شقايها دونيوية أخروية مزبوط فحتى كمان العبارات الدينية جاية بتحفز عندك الاستمتاع لأن ربنا خلقنا ويرى أن المتعة هي محفز السلوك ما هو الجنة ما استمتاع الخير ما هو استمتاع النجاحات ما استمتاع بأمم إفريقيا من حوالي أشهر قليلة ساحل العاش كوديفور دور الأول خسروا مباراتين بأربعات يعني بالنتيجة عالية فازوا باللقب أنا مش لاجه تفسير أنه يعني هلأ الفريق اللي بيكون منهار هلأ على صعيد الإعداد البدني منقول أنه المستوى الفريق يرتفع أداؤه خلال البطولة بتحسن الأداء من لما يبلش لآخر البطولة إذا كمل بس كيف فريق كل هالإحباط والخسار الكبير وبينظم بطولة على الأرض وبعدين نفوز باللقب أنا بدي من جانب علم النفس مش بدنيا هقول لك حاجة الأول من ناحية فيزيائية نعم ومن ناحية نفسية حلو في قانون في الفيزياء بيقولوا إيه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه خلاص القاعدة دي ما لهاش علاقة بالإنسان بالكائن البشري لكل فعل ممكن يكون فيه مليون رد فعل نعم وممكن يكون عكسه أو في اتجاهه ممكن يعني مثلا ممكن موقف يحصل يكون هذا الموقف سبب في تدمير بنيئات ونفس الموقف يحصل لشخص تاني يحصل له هو في الظروف تانية يخليه محفز يخليه يجيب أعلى النتائج جارب دكتور عندي خمسمائة ألف سؤال صار بس بدي أخلص ما أقدر بسرعة أنت جت لي إذا عندي فريق سلامتني فريق كرة معد بدنيا ومهريا فريق جيد يعني بقدر خليه فوز بكأس آسيا أو بقدر خليه تأهل لكأس العالم هعطيك مثالين ممتاز منتخب الإمارات ومنتخب الأردن الأردن بلدي والإمارات احنا عايشين فيها حل كيف تقدر توصل الإمارات لكأس العالم هي طلعت عام تسعين وبعدين خلاص وكل مرة بلعبوا بقدموا أداء وما بتوفقوا إيش الممكن يتغيروا بعلم النفس والطاقة بهذا الفريق حتى يقدر يتأهل لكأس العالم هقول لك قاعدة مهمة أوي واللي هيسمعها بعمق وبوعي هتعمل نقلة في حياته أوكي ودي اللي بيتعيني من زي ما عارفها ولكن ويهمني أوي تكون محفورة في أذهان كل حد الواقع هو وقوع ما في النفس حلو ما هو الواقع هو وقوع ليه في إذن حاجة بتقع يعني إحساس الفريق ولا الإدارة لا الواقع نتيجتهم في الماتشاط عامل إزاي ده الواقع بتاعهم أوكي خدوا إمتدى الواقع بتاعهم إذن الواقع هو قوع ما في النفس أنا أول حاجة هعملها بيكون أصلا وقع ما في النفس ولا بناء على النتائج لا في حاجات في النفس دي شغلتي بقى أوكي عن طريق بعض الرسائل يعني هعمل معهم بحس مع كل فرد أوكي على حدة عشان أخرج إيه اللي جوه أعرف بالضبط إيه اللي جوه كل اللي أدى إلى هذا الواقع ثم بعد كده بنعمل زي كمبينيشن كده لكل المعلومات الرئيسية أو الأفكار الرئيسية اللي جوه أوكي اللي أدت إلى هذه النتيجة هتركز على اللعيبة على اللعيبة طبعا ما هو يلعب الإداريين مدرمين الإداريين ده ممكن يكون عشرين في المية من التركيز أنا يهمني اللي بيأدي في الملعب اللي بيأدي في الملعب حلو علشان اللي بيأدي في الملعب يعني نهدي مثال لو خدناها من ناحية العلمية فالجمهور بيأثر أوكي حلو كده طبعا والإدارة أو الاتحاد بيأثر حلو لكن أنا لما أشتغل على اللعيبة ما أنا ممكن أخلي تأثير الاتحاد زي إليته وصير التأثير ما يأثرش عليه إنه ما يأثر اللي لا بيأثر على الاتحاد أو على الجمهور أقدر أخلي الجمهور مهما عمل ما أثرش عليه أوكي ده التركب أو السوشال ميدا ما تأثرش أي إن كما وجمهور بصفة عم إن كان ما كان هو فين طبعا فالنقطة المهمة بمجرد ما أعرف بالضبط الأسباب النفسية لكل فرد لأن على فكرة هو بنسميه كليكتف مايند العقل الجمعي العقل الجمعي ده لازم أدرسه على كل واحد عشان أقدر أعرف بالضبط إيه العقل الجمعي وليه بتحط خطة لكل واحد ولا لا المجموعة لا على حسب بقى في الغالب للمجموعة ولكن ممكن يقابلني حد أو اتنين لا أميحتاج لواحد وأركز عليه عشان نبدأ نطلع نبقى في نفس المستوى مع بعض ساعتها بيحصل نتائج رائعة جدا هتشتغل على الجانب النفسي الجانب النفسي والطاقة طبعا والطاقة تابع اللاعب تابع اللاعب وتدر الظروفه حتى الخاصة تابع اللاعب وتابع الفريق هذا بالنسبة لمنتخب الإمارات إن شاء الله حبيبي بس ما يكلش منسف لا لازم منسف عشان تسطل وتنام طب انت عارف إن أعلى الطاقات الكامنة ودي يمكن معلومة مذهلة جدا ونقول على إبحاث وفي حد خد فيها جهازة نابل قريب أعلى الطاقات الكامنة للجسد البشري بتخرج في حالة الجوع وفي عالم أخذ جهازة نابل لما اكتشف إن تجويع الخلايا لفترة طويلة بيخرج منها طاقة تاكل الخلايا الميتة وتاكل المرض صح صح كلام سليم حلو فاللي بيلعب بس دا تربطنا بالمنسف يا دكتور مليش دعو بالمنسف مكلام مع الأكل بس دفع عام ما إحنا عندنا المحشي فإن أنا أصده إيه اللي بيلعب لما يبدأ يتدرب إزاي يعلي أداؤه أثناء الجوع ممكن يشرب عادي لكن أثناء الجوع بيعمل نتائج مذهلة مذهلة بمعنى الكلام بتقدم أداء طبعا طيب أنا حرتب إليك مع منتخب الإمارات ماشي أيوة تحدي بقى كده تحدي وكمان مع منتخب الأردن كويس الأردن وصل للملحق اللي بقاهل طبعا أنا كده ميلا يفوز بقى كده مش هينفع كده بقى فيه التأهل احنا بنحك عن التأهل تعرض مصالح لا لا احنا بنحك عن التأهل يصلوا للكاس دعو الأردن وصل للملحق اللعب عن الملحق مع الأورجوي ووصل دور التاني في كأس آسيا سابقا ولكن مؤخرا وصل للنهاية رحلة البطولة مش مرشح ولا حدا متوقع عنه يفوز عندهم مدرب شاطر اسمه حسين عموتة مغربي وبيحبوا الأردنيين لكن أول ما جاء بده بيهجوم رهيب عليهم ناقد مين هذا اللي جايبينه ما بنعرفهش يبدو أنا ما باخد منك لازم أصير حكي زيك حبيبي فيبدو صار عنده تحدي أنه وصل هذا الفريق لإنجاز أفضل فبدأ يشتغل معهم وصلوا للنهاية ولعبوا مع قطر هذا الفريق اللي مش مرشح ولا متوقع عنه يفوز هو فريق المنية بس لفت انتباهي لعب اسمه يزن النعيمات بمهاجم الأردن كان بيحكي دايما بالتصريح إحنا ما جينا بس عشان نشارك إحنا جينا عشان نفوز باللقب هذه المعلومة خلتني أقول أنه فيه إشي فيه إشي أنا مش فاهمه خلينا أقول لك على سر أنا ما عملتش فيه دراسة ولكن تبعت الكاس العالم اللي فات المغربة المدربين أربع الكبار صاروا فاهمين طاقة كويس أوي طبع لما حضرت حاجات ما اللي بيقولوها للعيبة دا حد فاهم طاقة فاهم سيكولوجي وسبورت سيكولوجي بعمق وده اللي بيجيب نتائج لسا يلك من شوية كل ما بقيت فاهم لأن هقولك حاجة يمكن خلينا لأن نقولها ببساطة شوية تكون متقبلة نقدر نقول الجانب الجسدي كفيزيكس كجسم بايولوجي يعني تأثيره على نتائج اللعب لا يتعدى خليناها عشرين في المية هي قالب كتير بس خليناها عشرين في المية هي أقل على فكرة بس خليها الآن متقبلة عشرين في المية تمانين في المية من النتائج اللي بتحصل ومن الطاقة اللي اللعب ممكن يأديها ومن التطور والتحسن جوا النفسي والطاقي يا سلام فلو حد فاهم الحتة دي هيقدر يضاعف على الأقل عشر أضعاف أي حد عنده جانب الفيزيكة والبدنية طيب أنا أطلع بر الخط وارجع لك بسرعة يطلع يا باشا في حدا بنشوفه على السوشيل ميدا واحدة ست بتقول أنا حلوة أنا حلوة يعني أعرف بهذه الطريقة أنا حلوة أنا حلوة أنا ذكية أنا كذا وبتعمل هيك وبعدين لا هي ذكية ولا حلوة يعني فأعز هذا إلو علاقة بشغلك ولا إيش يبرى طيب خليني أول أقول معلومة وكويس أنك بقولش أسماء حد عشان الكلب بقتي أنا بحب شيئا ما نجيب سيرة حد بأتكلم عن المعلومة مش هار الشخص نميمة مغلفة لا لا بالعكس أنا مليجة لعب الشخص لكن النقطة المهمة هي إيه عارف لما لو جبنا أبسط مثال إن إله الكون أنزل لنا كتب سماوية صح؟ الكتاب ربنا قال عنه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة حسن فأنت تعاملك مع المعلومة ممكن تخدها في اتجاه سلبي أو اتجاه إيجابي حلو كده؟ طيب هدي مثال تاني يمكنني بقولها كتير للشباب اللي فهم قدون جذب غلط أنا بقوله حط كباية مية قدامك كده خلاص أو أقعد من غير مية أنا الحمد لله ارتويت أنا بسم الله ما شاء الله أنا مرتوي وجسمي متشبع بالمياه لو أعيزها هتموت من العطش طبيعي الله عليك يعني ما في منطق صار لا ده فهم عارف قالوها زمان نما كنا بنزفق يقولك الحكم على الشيء فرع من تصوره هو تصور الموضوع بتصطيح أنا آسف في اللفظ عبيت وقدمه بالمنظر ده فأنا عايز أدرب العقل اللي واعي إنه لأ أنا حلو هعمل التمرين ده أوكي بحس ما بقاش لما قدام حد ده بقى مكسوف أوكي لكن مش ده اللي هيخليه حلو طبعا وصلت كده وصلت لما شوف حد أحسنا نواحش لأ العقل بتاعنا عقل حيواني بيتبرمج بالتكرار أوكي اللي ما يقدرش يكنترول العقل الحيواني هيبقى عايش كيلو حيواني اللي هو الشهوات والرغبات الله علي ده العقل الحيواني فالعقل الحيواني بيتعاود بالتكرار بيتبرمج بالمشاعر بكثافة الحسية اللي بيتسمين العقل اللواعي أوكي فالنقطة المهمة إي إذا أنا هشتغل على برمجة يبقى تكرار أعمل اللي أنت عايش حلو طيب خلينا أرجع لنقطة مهمة جدا وأحكي عن مثالين مع بعض في كأس آسيا الأردن والعراق بلعبوا الحكم طرد لاعب مهم جدا هو هداف آسيا كان جاي بستة قوال قبل العفيفي ولعب مهم في منتخب العراق احتفل الأردنين بيحتفلوا بالمنسف بطريقة المنسف لما يجيبوا قول فهو جاب قول تقدموا على الأردن اثنين واحد احتفل برا نبهوا الحكم مرة مرتين ثلاثة ثم رجع رد احتفل داخل الملعب فالحكم لأي سبب بدناش نفسر عصب ما عجبوا الموقف راح طارد اللعب كويس صار فيه هجوم على مين على الحكم يا ريت صار هجوم بين الجمهور الأردني والعرب يعني الجمهور الأردني مش طرف ولا الأردن طرف الحكم طرف بهاي الحالة أنا عايز أعرف موضوع الطاقة وعلم النفس قديش بيدخل هل يوجه الجمهور يعني في حدا طرف ثالث بروح بدخل فبيشتم من على حدا من الطرفين ولا شو اللي عم بيصير طيب نقطة المهمة هي ايه لما أنا أبقى فاهم قاعدة بتقول أن أنا أتكلم على الفعل وما ليش دعوة بالفاعل أفرق أوكي بين الفعل والفاعل أنا كبني آدم ما عجبنيش أنت تناقش الفعل اللي صار أناقش الفعل زي ما أنا عايز الشيطان يدخل يخليني أحط فاعل في الموضوع وممكن الإنسان يدخل كمان ما هو شيطان على ذلك الشيطان هو جانب السلبي لا نحن إذا منحكي عن سلوك أفراد وسلوك مجموعات المجموعات جماهير كبيرة صعب تتحكم فيها صح تحكي عن جمهور أردني وجمهور عراقي وكل حدا بتصير عزة النفس عنده بيفكر حاله بدافع عن لواء الوطن وعن بلده هو بالآخر في موقف صار طارد أيمن لازم الأردن يقول أنه ظلم فأخي الأخوي العراق راح يرضى إذا ما قلت أنه ظلم ما هو ده بقى أرفت؟ فهو قرار حكم اللي بحاسبه مش أنا اللي بحاسبه اتعاد آسيا على فكرة ما هو الموضوع دي كلها لو رجعنا لها هو إحنا عندنا خلينا نخبط تخبيط كده سريعا في مجتمعنا العربي نعم التربية بتاعتنا تربية ما كانش على أساس سليم ليه؟ إحنا قامت تربين على أن الرأي هو أنا أوكي فلو أنت لم توافق على رأيي يبقى أنت ضدي أنت ضدي شخصيا مش ضدي هاتلي النهاردة أب وخلي ابنه أنتقده كيف نفسه؟ يبقى مش متربي أوكي يبقى أنت مش محترمني أوكي ما هو تربين إحنا تربين عليها من صورنا فده خطأ معايا لما نبدأ نفهم بقى أن الرأي هو رأي لا يمسني بسوء مالوش علاقة بي بكيننتي وبالتالي هابقى متقبل أنه يبقى عندك رأي آخر ورأي رابع أنا اللي بخاف منه دكتور الأزمات اللي بتصير يعني مثلا أنا في كأس أسا كنت موجود هناك كنت أدعي ربي بالصلاة أنه الأردن وقطر يلعبوا عن نهائي بعد المبارسة رتأدعوا ربي يا ريتو ما صار لأنه صارت مشاكل أولا صار فيه ثلاث ركلات جزا كتير أجمعوا أنه هدول الركلات صحيحة وكتير أجمعوا ومش صحيحة الله علي الآن صار جدل بدل ما يكون الأردنين ينتقدوا الحكم اللي أخذ القرار الأردنين سيننتقدوا دولة قطر والقطريين صاروا ينتقدوا الأردن وكبرت وولعت وصارت قصة كبيرة طب ليه ليه نصال يا ريتو ما كان نهائي عربي إذا هيك بدنا نصير شوف هاولك معلومة عشان واخدين بالنا من من فايدة علم النفس حضرتك قلت يا ريت ما كان في نهائي عربي إذن ده الخارج أنا ده مش شغلي ما يجعب الخارج أنا ببحث كمتخص في علم النفس ليه الخارج ده خرج من الناس ده ليه إن البني آدم مش مدرك إن أنا جوايا فجور بيتلعب عليه عشان يطلعوا وانت سامحت له يخرج بلو تيلي كان بالسيتي وكان من أحسن اللعب مهريا بلدانية كل البدكية بس هذا ما بيشتغل بشتغلش كويس فمرة مورينو نزلوا على يلعب مهاجم كان احتياط فكان واحد مصاب واللعب التاني أخذ انذار قال له فيش غيرك إذا انطرت يعني بيخرب الفريق نزل دقيقتين أخذ كرت أحمر مع التنبيه هذا الولد لما انولد طب خد الأحمر كد الأحمر ليه لا نعمل مشكلة يعني عنده التنبيهات لا لا مش قوزي إيه اللي خل الفعل العمله ضرب لعب ضرب لعب طب شوف هذا اللعب لما انولد كانت كسرته فقيرة جدا مش قادرين نعيشوه هو واخوانه فعطوه لعائلة إيطالية ربه كبر صار معهم صار نجم بالأندي وبالمنتخب طب سؤال وصار لعب ممتاز كانوا بيتنمروا عليه وصغير كانوا بيتنمروا علشان فيه لا 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 أنا بحاول أوضح لك القصة أنه هم ما كانوا قادرين يربوا أهله ربوا أسرة تانية راح صار نجمي كبير راح أبو عنده يقابله بعد ما صار هالنجم المعروف والمشهور ما تنكر لوالد وهذه الحالة الرياضية نموذج للعائلة الرياضية الولد سلوكه صار كثير شاذ في الملعب صار كثير مشاكل عنده الآن لعب آخر شي في نادي تركي ثم في سيون سويسري الآن لكنه رغم أنه شاطر ومبدع ومقاتل وشرس لكنه مش عم بنجح يعني شو منسميها دكتور العلاقات الاجتماعية أو الإنسانية مع الآخرين سيئة مع الكل أقولك حاجة حلوة عدد جلسات بسيط جدا يخلصوا من كل الهيستوري القديم ده شوح على إيش هتشتغل عن طريق علم النفس والطاقة بمعنى الطاقة هنا معناها إيه إن الراجل ده عنده مخزون طاقة غل وحقد تجاه الأهل لأنه هما سابوني عشان فلوس لأنه هما أهنوني ممكن يكون التفسيرات اللي عنده أجان هي إيه فكمية الطاقة المخزونة دي هي لازم تخرج فبتخرج إزاي ما تجيش تقوله أنا هكرت أحمر أنت كده بتزود له الضغط أكتر يعني النهاردة عارف حل الضغط الناس اللي بيتبخوا حل الضغط أجل زودها الضغط ولا ما تتفرعيش نعم ما ينفعش وبالتالي المنفس بقى اللي يفرغ الضغط ده دي تدريبات نفسية لتفريغ الطاقة دي اللي موجودة عنده الله عليك لما يتم تفريغ الطاقة دي ركز معاي فلا أقوله بعد إذنك أقول ركز معاي الميزة بقى إنه لما يتم تفريغ الطاقة دي بيتم تفريغ الطاقة المتركمة طول السنين اللي فاتت كيف وبالتالي بيقدر ليه تدريبات كتير لأ ليها تدريبات كتير البني آدم هقولك حاجة منهم تنفيذ الطاقة بيتم الأول إنه لازم أشوف المعنى اللي هو حطه وافككه عقليا لأنه طول ما المعنى موجود بجدريت طبعا لازم لازم جلسة طول ما المعنى في العقل على فكرة أقوى مولد للطاقة جوه الإنسان هو الفكر وبالتالي لازم أدخل الأول أشوف المعاني مش الموقف المعنى اللي هو حطه المفاهيم يمكن وأفكك المعنى عنده وخليها تبنى المعنى الجديد فده أول تفكيك بيسمح لطاقة أخونا عشان كده نقطة مهمة جدا اللي بيبدأ يتعامل بالأمور زي زمان بعد من نفس السلوكي والتعاون مع السلوك ما بيجيبش نفس النتائج لأن دخول الطاقة في الموضوع ووفر علينا وقت رهيب رهيب بالنتائج لوكاكو لاعب برضه من أفريقيا بلجيكي الآن تمام لاعب أسمر مقاتل شارس ولاعب شاطر عم بيحكي قصصه في 2014 في كأس العالم و2018 في روسيا كأس العالم كان بيقول أنه وانا صغير كان معناش أكل فكانت والدته بتسخن الحليب بتحط عليه مي وبتوزعه بين الأسر عشان يقدروا أي شو الآن تحول لرجل ثري وملياردير وصار وضع المالي غير شكل لما صار لاعب محتر لكنه حتى هاي اللحظة بتحس لما بصير عنده انفعال بالملعب ما بتفسره للموقف اللي بيصير وكأنه بدافع عن شيء قديم أيوة في نقطة مهمة احنا في الزمن اللي احنا في دلوقتي تم ربط القيمة الذاتية بالمستوى الاجتماعي والمالي أوكي أو المادي فليه بعض الناس ممكن يروح يصرف فلوسه كلها عشان يجيب عربية غالية أو عشان يجيب لبس غالي هو بيشتري قيمته ووهو مش واخد باله أوكي فاللي بيحصل لما البني آدم يمر بظروف والظروف دي تتحطى عنده في العقل بتلعب على الفاليو أو القيمة الذاتية بيطلع بقى تفاصيل كتير على حسب التفاصيل اللي طلعها بنقى بنحدد بالزبط هي وصلة لأنهي درجة في موضوع القيمة الذاتية عند هذا الشخص الله عليك الميزة إيه إن طالما أدركنا عارف هي زي الكمبيوتر بالزبط العقل الحيواني عندنا أو اللواعي هو زي الكمبيوتر هو اسمه العلمي الحيواني أو اللواعي لا هو بنسميه أنا بقولها عشان استفهمه عشان المتابعة هو عقل بيتحرك ذاتيا زي الحيواني بظبط أن أقزي ستبصطه عشان استفهم معناه وسعب يسمون الانيمال مين برضو الانيمال مين فاللنا أقصده لما نبدأ نفهم إيه البرامج العقلية اللي بتولد السلوك وبتولد المشاعر أولا ثم السلوك ونشتغل على البرنامج نفككه لا يتولد هذا السلوك مرة أخرى حلو بدي أرجع لك لنقطة حكيتها أنه الانسان بيشتري قيمته لما بيشرب بنتلي ورولز رويز وهذه السيارات أو الماركات أو كذا بيل جيتس والشلي تابعه تابعه في ويسبوك دول بلبسوا تي شيرت وسعر حق 15 درهم والتي شيرت لا شوف إيلوم ماسك لما كان رايح حسر عالم إيلوم ماسك شفت لبسك مازل لبس لبسه هذا لأنه حاسس أنه قيمته عالية بس مو عنده ملايين كمان يعني أعطيني زيه بل بس البدك لا 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 هقولك حاجة موهين بقوي جملة يا رب الناس تفهمها لأنه هو اللي صنع المال مش المال اللي صنعه صنعه نعم وبالتالي يسحب منه كل فلوس وهيعملها تاني هو هيظل بنفس هيعملها تاني ليه هيكرر هو عارف الطريق عارف أنه ها وخلاص وبالتالي أنا خايف مش الفلوس اللي بتعملني مش فرق معاه الفلوس ما بتعملني بس كيف أنا أعمل الفلوس أنا لعب أنا رياضي بلعب بنادي محترفين أو نادي هو كيف أعمل قيمي لنفسي بمهنتي وكيف أعمل الفلوس اللي بترايحك وبترايح أسرتك خلينا أقول قاعدة برضو عشان يبقى الناس حتى ترعب باستفادة للي عايز كيوورد كده يمشي وراء اللي بيلعب عشان يحقق ذاته أوكي أو عشان يثبت نفسه أقل حد هيجيب نتائج أقل حد يس اللي بدي يثبت نفسه الله عليك ولا شو لهذا لأن أنا كمتخص في علم نفس طالما هو عاوز يثبت نفسه إذن هو مش موزق في نفسه عاوز حاجة من بره تبيننا إيه يعني هو بيلعب عشان يصير هدف الفريق عشان يجيب بطولة مش هذا الهدف شو الهدف لازم يكون الله عادي أنا لأني عارف لو جبناها من ناحية الفلوس لأني غني هعمل بيزنس بس ما هو مش غني ما هو الغنى الغنى هي طاقة بتبقى موجودة جوه الشخص الطاقة الكامنة نعم الشخص بيحولها المادة أوكي اللي شايف نفسه فقير وبيجري وراء المال عشان يحس الغنى عمره بيعيش غني ومهما بيكبر بيعمل مصائب بيضل بيفضل فقير حتى لو معه فلوس عشان كده كلمة الغنى ملاحش عقب بالرقم اللي بره ما أكثر الآن اللي عندهم فلوس وبيعملوا شوه أوي هم تبصروا أي حد متخصص ده حد فقير من جوه فاضي من جوه فالتريك فين بقى إن أنا مهم جدا أشبع القيمة الذاتية في الداخل ده بقى عن طريق التدريبات والطاقة لما تشبع بيجيب نتائج أعلى ألف مال جميل حروح لنقطة مهمة برضو كان حكاها كريسانو رونالدو إنه هو بلقاء تلفزيوني حكا إنه أنا أفهم أو تعلمت إنه كل ما بعطي أكثر كل ما ربنا بيعطيني أكثر إنه هاي المفاهيم عند بعض الرياضيين فكرة العطاء كويس إنه جديش بتعطي الناس جديش ربنا عز وجل بيكرمك وبيفتح لك اسمح لي بقى أنا أنا لقف شوية بقى كده العطاء أو الكرم أو الإنفاق ده حاجة دينية في صميم كل الدين اللي ربنا أنزله الميزة بقى إن كل من يفعل فعل له أصل في الدين سيحصل على جزاؤه هنا قبل هناك عشان كده أخذ القاعدة دي كل إنسان الصحة عنده بتروح المال عنده فيه مشاكل أعرف إنه لا يشكر طيب يعني الواحد ده خسر شوية مصاري معناته ما بشكر آه طبعا حتى لو بيصلي بقول الحمد لله بس لا مش الخسارة الطبيعية اللي هي التزابذب ده خسر أيوة لحظة خسر ذكرت لك شغلي يعني قولي يا بش يا خوف يا مطاقة انت على المطاقة صح؟ يا خوف يا مطاقة لا ما تخفش صبو انت تابعين المطاقة حبيبي تركت رحت للبزنس وفتحت شركة تيراميك ولا إيش؟ آه كان مصنع صنع آه مصنع حيوة وبعدت ليه رحت وليه رجعت لا خلينا أقول لك حاجة صار عندك اتهامات كمان آه يعني خالك اتهامات آه اتهامات آه وجدك تبرى منها بص ما بص اللي بيقعد يتكلم يتكلم للأسف شديد بيقعد يفتي بص يا بش خلينا أوضح موضوع معلومة ان ده كان قبل الطاقة أصلا أوكي قبل الطاقة آه أنا كنت لسه خريج جديد بقى جاي سخن وعايز كان عندي قناعة بتقول ابدأ كبير تفضل كبير يا سلام معايا فصور يعني لو تبدأ كبير تاخد مصيبة كبيرة خلاص كبير المهم فدخلت في مشكلة وخسرت خسارات رهيبة جدا جدا حلو قالوا انك نصاب خدت المصاري يا نصاب ده عمل وبدأ حتى حتى للأسف فرح أختي من إخواتي من مشوف من ضمن ضياع الأخلاق جنف الفرح والناس كلها موجودة وطبعوا ورق وزعوها الناس كلها لقينها من فوق البيت كده ورق نازل ونصاب حاجة منتهى القضارة يعني للأسف واللي بيعمل كانت تعرف انه ما عندهوش حق آه ده خبالك مقربين جواهم عارف انت لما يبقى في حد من كتره قربه الغل بيطلع بيبان عليه عارف اول حسن دي ممكن اذا خصم فجر بيبان بيبان عند الخصومة عنده خلق وعنده لقي ولا بيفجر طب حكيلي القصة بس بسرعة سريعا سريعا انها كنت انا كنت غلطة من عندي وديم كنت تعلمت منها ان انا ما عادتش تشتغل بفلوس حد كنت متحمس داخل مصنع كده وكان فعلا مصنع سراميك كان سراميك بيكسب في التوقيد ده جدا وكانت اروبا بتقفل المصانع دلوقتي عشان التلوث عندهم ومجيبين عندنا في العالم العربي وانا اولا كنت بقى متحمس وعايز ادخل يا الله ويمكن كمان كنا عشان الحد دي كنا عاملينه في المنطقة منطقة حرة بعيدة عن العدران كان زمان بعيد عن نحة اسكندرية كده في الصحر المهم فدخلت وعشان ادخل بقى كنت انا انا عايز ابدأ كبير فلازم يكون ليها مقعت في مجلس الأورة فدخلت اخدت فلوس من قرائبنا ومن عمامنا كذا كذا من كذا حد ودخلت مبلغ واتنصب علينا وفلوس كلها طارت وانا بزكائي بقى عمل لهم شيكات حد برضو كان معانا كان رئيس مجلس دارة لأسف قريب ولا بعيد رئيس لا حد بعيد لا ما كانش خريب خالص رئيس مجلس دارة بتاع الشركة هو النصب علينا وخرب فلحصل بقى احنا كلنا جات فراسي لا واللحصل كلنا ان احنا عملنا اجتماعها بسرعة عشان نلم الدنيا والحمد لله كنت انا اكثر واحد بيعينهم سابورت وبنقوم فرحوا معينيني رئيس مجلس دارة بعد ما هو ماشي بقى وتحطيت مكانه مجلس دارة وعملنا شغل وحلنا الموضوع اللي نضع عليه الاسف ان كان الارض متباع خسر خسارات رهيبة لأسف المهم عملنا سرعة اجتماعية جامعة وممية وهم اختروني اكون انا رئيس مجلس دارة عشان نحل الدنيا فاللي حصل ايه بقى ان لما خسرت فلوس كنت انا بزكاية عامل لناس شيكات حتى مثلا ايه كنت نقولهم احنا ممكن يكسكات كنت عامله شيك بالضعف عشان يكون متطمن انا اواصق بموضوع بقى ففي ناس كنتوا يخسر واخد منه عشرة عاملوا شيك بعشرين طب ليه ده كان غباء مني الاسف المهم فاللي اترافع بالقضايا كانت الشيكات الكبيرة والحمد لله بعد كده حلناها كلها وكله خلص من فضل الله سجنوك لا 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 الحمد لله كانت قضايا قضايا مسكانت قضايا قضايا طبعا مشيت بشيكات وخلصت كلها وخلصت كلها رجعت لهم الفلوس كل الحمد لله رجع فلوس هي خسارة انا ما هيبص هي شرعا ما حالش عني حاجة اوكي خسرنا الفلوس في الشغل نعم لكن انا عملت حاجتين وهي كانت غلطة بس انا بشكر ربنا عليها لان عملتلي عبء كبير هي اللي قفز بيا القفزة الكبيرة في حياتي على ما تكبرس لا امتقيل اللي ما رفعش عليها قضية هتديله فلوس ضابل يا والله العظيم وعد مني قدام ربنا هيقف فلوس ضابل واللي رفع قضية هخليه اخر واحد ومن فضل الحمد لله فده عملي لودو سنة كبيرة جدا اعدت بها افكر باشتغل بايدي ست سنين اشتغل بايدي واسناني ففي التوقيت ده بقى ادركت فايدة علم النفس كان ممكن اتدمر انا كان ممكن موقف اللي حصل قدامه اختيف وعرسها والمعازين في الفرع ده ممكن يخليها انتح ما تأثر الاجواء الحمد لله كلناس كنت فاهموا يعني 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 عارفين التفاصيل من بقدر يعني نتوا حاضرين معنا وعارفين ابعاد كتير يعني المهم لولا علم النفس والواحد كان حاكم طاقته انا قعدت فترة دخلت في دوامة كبيرة وقلم نفسي والشيطان بدأ ايبعاد افكار انتحار كتير للاسف صلت للمرحلة انتحار احنا كنا في الدور السابع يمكن معلومة قوية اوما ما معرفوهاش هقول اقوية مرة في حياتي وقتي كنا في الدور السابع كنت طعب في البلكونا وفاكرا بسرعة خافت رايح عاد عند جدي في الدور الاول كنت حتنفر لأ جات لي فيك كذا مرة فخفت اضعف هم عملها طيب محمد صلاح في امام افريقيا مؤخرا صار في مشكلة كبيرة هل النتائج ما كانت كويسة اصيب رجع لليفربول لانه يتعالج في بريطانيا لك بس انا بتعالج لو تأهلنا للنهائي او لادوار قبل النهائي انا برجع هذا عمل قلق كبير جدا وغضب في مصر انه انت يعني لسه من يومين كان عندي ميدو ضيف بيقول انه القبطان بصرش يترك السفينة او الطيارة الطيار يسيبها وروح ينجو بنفسه فصار تفسيرات لمغادرته لصلاح وزع له منه كل المصريين انه انت سبتنا ومشيت ليه احنا ما اعتمدين عليك اصلا اهو شوف بقى هي دي نقطة لسه اقيلك من شوية المعامي نعم سفينة ان القبطان يسيبها وما فيش حد غيره بيعرف يقود نعم شوف المعنى يتحط ازاي اه بس هو مش هيك بس هو مش كده اه بس لازم يتحط معنى عشان يولد غضب مثلا اه بيحط معاني تولد لان ده عارف بنسميها اه اه عارف المغلطات الفكرية ان انا حط لك معلومة عشان ادي لك قياس القياس خاطئ وبهذا القياس اولع لك الغضب عندك اوكي فيبدأ الناس كلها بقى اتصدق فعلا هتبدأ الناس تنفعل اكتر واكتر واكتر في السورة دي دايما سمات الناجحين كده ويمكن بوصي صلاح وبوصي اي حد لما حد يتكلم عليك اوعد رد انت مع عدم رد صلاح ده امر قرآني ده امر قرآني يعني لما يوجه انتقاج شديد فذرهم وما يفترون هو مش فاق مش لاني بتوعد تبرر ما توضيه ما توضيش تبرر مش تبريل توضيه ما هو معلش يا ناسف وهوضح ليه ان شاء الله عشان ايه اذا انت ما احسنتش الظن فيه لان اللي بيدخل تراك التوضيح مش هيخلص كل شوية بقى طب وكذا طب اصلا بقى عشان كذا مش فاضيين احنا بقى فالنوطة المهمة هي ايه سمات الناجحين الناس عم ما تتكلم عليه هو الناجح بيبصوا قدامه والفاشل بيبصوا عليه فلذلك لازم دايما الناجح بيبص عنده فيجن كبيرة وما عندهش وقت فدايما بيبصوا قدامه ومنطلق في حياته جميل اللي قاعد بقى فاشل فاضي بقى يحلله فاضي يقعد يسمع له وفاضل كذا هم حرين بقى خليهم يقعدوا يشتغله بس خلاص بده اروح لموضوع مهم جدا في الرياضة وهو التنمر لعب اسمه فينسيوس بلعب برازيلي بلعب مع ريال مدريد واول ما جاء لعب مهير جدا كل شي كويس بس ما بيسجلش قوال ما بيجيب قوال فكان بنزيمة لعب من اصل عربي جزائري ومجموعة لعب الفريق اللي معه كان بنزيمة لدرجة غضب منه انه يعني ما تعطوه كرات لانه هذا عم بضيع بضيعنا يعني فما تمرروله كويس كان بعيش حالة من الضغط النفسي انا قارئها خبرت البسيط طبعا من نفس اللي شوي صغير حاسس انه الزلمة عليه ضغط وبيده حدا يلعب دور الاخ الاكبر او الاب او الموجه فلذلك كان دايما مضح اجى مدرب اسمه انشلوتي بعد ما راح زين الدين زيدان انشلوتي مدرب ايطالي معروف احتوا وناجح خلال موسم بده يصير يجيب ست اهداف اتناشر هدف ايه صار عم بيجيب قوال شفت بقى صارت نسبة الاهداف اللي بيضيحها اقل الله عليك الدور اللي لعبه انشلوتي مع هذا الولد هو انه اعطاه ثقة بالنفس يبدو هيك اه انا بحلل لك لازم يكون دايس سبورتس ايكولوجي لازم صح لازم يكون دايس سبورتس ايكولوجي بده يعطيه ثقة بالنفس بده يعطيه فهمه شو قيمته بالملعب وبدينا نشوفه احسن وصورنا نقول انه هو وكليانين بابي من احسن اثنين لعيبة في العالم فاكر لما قلت لك في الحلقة من شوية المهارة والشغل على البدن عشرين في المية الله عليك طبعا انت كده قلت لي انت دعمت الموضوع بالقصة انا معرفش القصة دي معايش تبقى هول بس معقولوا بالناس ان انا خبرتي في الرياضة للأسف كأسامي اشخاص زي خبرتي في علم النفس فانا عشان كده فعلا ده اللي بتكلم فيه النقطة المهمة هي ايه كل ما ادركنا يمكن كمان عشان يكون دقيق لسبورتس ايكولوجي مركز على الجانب السيكولوجي بس مش الطاقة اللي دامج الطاقة مع السبورتس ايكولوجي بيعمل سحر طب اعطيني تفضيح للي ما بيعرفشو يعني الفرق بين اتنين الطاقة وعلم النفس هدي مثال الطاقة ان انا اقدر اتدرب على تدريبات عقلية تخليني لو ما كسل اتحمس تخليني لو حاسس بضعف احس بقوة متفجرة جوايا لو حاسس ان انا بدأ يجيلي مرض ومناعتي ضعيفة وانا داخل المرضش مثلا اخلي جسمي يبقى بيتعامل بمناعة عالية بنفس الطاقة بتاعة الجسد القوي لغاية ما خلص المرضش وبعد كده يبقى ينام تاني هذا ينطبق على الكل والحالات بينطبق على استجابة الشخص لان الموضوع الطاقي تحديدا مرتبط مع الشخص هو بيعمل ايه انا اصلا 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 مش هقولك يلا تبقى كذا لا انا هقولك تعمل كذا لو انت استجابت وبدأت تعملها انت اللي بتولدها لان الطاقة احنا بنسميها الطاقة الحيوية الذاتية اللي استجابة ده اعلى يعني هدي مثال لو حد النهاردة اتفرج علي وانا بعمل تمرين لحد فراح يقلده هياخد خمسة في المية لكن لما يفهم الساينس بهايند او الوعي بتاع التمرين فالوعي طاقة اصلا يعني هدي مثال كده لو انا بقولك يا عم روح تصدق فانت شفتين بتصدق عملت صدقة معايا لكن الواحد ادرك ان لأ ده اللي بيتصدق ده ربنا بيبارك له ولو مريض بيتشافى وبيدي له اضعاف فالوعي ده هيخلي الاداء اعلى حلو اللاعب في كرة القدم في رمضان اللي بيصوموا برمضان بتكون جسمه مهدود لانه ما عنده طاقة لانه ما العمالش الله هالإجماء هو مش مدرك فايد الصيام نفهمهاش هو وقف مش احنا اتفقنا ان الموضوع المادي عشرين في المية نا نجي نزودها نقللها شيئا هو خمسة في المية اوكي الجنب المادي خمسة في المية والجنب النفسي الطاقي خمسة في المية خلاص طب حلو البني آدم بس هذه البني آدم ببراسي دكتور هاوله هاوله لا هنشوفها عملي لا لا مش رمضان داخل مش رمضان داخل اه انا هخليك بعد تاني قوم رمضان تلاتي رمضان تبقى بكامل التقوى رحيوي اعلى من قبل رمضان لا عمليه انا ما اتأثر برمضان لانه بفضل الله متعود يعني فما عندي مشكلة ما عندي مشكلة بالصيام ممتاز ولكن فكرة انه انه الاداء الاداد البدني والمهاري وهذا خمسة بالمية ثم الطاقي تمانين بالمية أو تسعين بالمية مش ذهب طمعي حاضر مثلا اضرب لك مثل اوضح انا بدي اعمل معك لقاء كويس اذا ما انا قرأت عنك وحضرت وحطيت براسي تلاتمائة سؤال ولا أربعمائة سؤال كويس عشان اقدر اسألك عشر او خمسة عشر سؤال طب كيف حنجح انا بذلت جهد المعلومات طاقة ولا مادة لو ما عندكش ايه معلومة اعمل كل جهد زي قلته المعلومات طاقة اقعد ابزل جهد بس بذلت جهد انت ابزل جهد وكليك جهد قاعد عالكورسي جهد لكن المعلومات الداخل دي كلها طاقة لو ما كنتش دخلت المعلومات وشفتها بالعميات العقلية ما كانش حلقة طلعت طب ماشي انا هقاعد معاك النهاردة واحنا عادينا هو بنتكلم انا بحرك بقي بس لما فيش طاقة معلومات زي قلته صح هدي مثال تاني لما ييجي حد يعمل نظام غذائي الناس اللي بيجوا في اول رمضان لما يوقفوا الاكلة او بيوقف سجاير بيجي له صداعة نعم عارف ايه اللي بيحصل لما يجي له صداعة شديدة هو بيتخض لان الجسم متعود على مصدر واحد الغذاء أوكي فبيحصل صداع عشان الصداع ده ميكانزم دفاعي للجسد عشان يقولك ام كل بقى ما هو انت الاجهاد ما جابش معاك نتيجة والجوع طب خد صداعة بقى طب عارف لو ما استجابتش يومين والجسم بيبدأ يولي يكتشف مصدر تاني لطبيعي ياخده وبيهدي الصداع أوكي فاللي بيحصل ايه لو هات النهاردة واحد وخليه يدخل رمضان وهو عارف ان انا لازم اكل عنده قناعة ان انا لازم اكل كويس واكل رم عظمي عشان هلعب كويس فدي قناعة عنده كل ما يصوم هيبقى اداء واسوأ ما يكون لكن لما نكتش لما يكتشف القعدة ان كل ما كان جسمك خفيف وادائك اعلى ويقتنع بيها فكريا وذينيا ده الاداء النفسي بقى ثم يقوم يجربها عمليا فيكتشف الفرق يعني انا كان لسه عندي كورس خلصان من اسبوعين كده كان تلات ايام كل يوم تسع ساعات انا لما حطيت مشيت 12 كيلو في اليوم 12 كيلو في يوم عمده 3 ايام والله ما كنت باكل عشان هعرف اعمل اداء ده عشان هعرف اتكلم تسع ساعات انا بلف انا بفرق بل كعشان بديك تعمل رجيم رجيم هو بيجي بالتبعية لكن انا بتكلم ان انا عشان اقدر اكون في كامل طقتي وفي كامل الجسدي عشان بمشي انا باعد الف انا باقفش وبتكلم حنجرتي كمان تقدر تعمل هيلنج لما نام لان انا عايز لما نام الحنجر بيكون تعبانة بسرعة تعمل هيلنج واسحة لو انا بدي لها اكل ايش ايش التمرين اللي عملته عشان ما تبوز الحنجر خليني اشكر على الهوى كده الفنان الجميل تامر حسني اوو حبيب الدي لان انا اول ما اول ما كبرت كورساتي باتكلم كتير صوتي كان بيروح بالاسبوعين اوكي شو نصحك فجيت فمرة سألت قلتولي بقولك انت اهل الذكر بقى قللي نصحني فدلي شوية تدريبات رائعها بصراحة وحاجات اعملها من ضمنها الطحينة الطحينة الزيت اللي فيها مهم جدا الحنجرة فانا زودت عليها بتكاربة عشان في الكورس مش عالي اكل طحينة هتقف وقعدوا كلها كده امتعامل زيت سمسم حالو وبقيت باخدوا معي بكل كده شوية اممتديها بقوا مع المواري يعني للناس اللي بيعطوا محاضرات للفترات طويلة زيت تدريبات كتير بقى بتتعامل الحنجرة قبل الكورس بكتير لازم عاود ادرب حنجرتي بتدريبات معينة بتتعامل عشان تبقى الحنجرة قوية زيت بقى التدخل الخريق زي ما اتفعنا القناعة والتدريب اللي بتعملوا زيت الحاجة اللي بتاكلها المكس ده كله من بعدها من فضل ربنا بقيت اداي اعلى وعدد الساعات اطول وبخلص الكورس تاني يوم زي الفل هدى اشكره على الهدى ربنا يحميره من شاء الله عليه رائع هذا هو موضوع اهل الذكر زي ما حكيت اه الله علي انه انت لما بدك شي اهل الذكر تسأل الناس اللي بيفهموا هذا المجال اللي انا شايف مش اللي معاشها هادات اللي انا شايف النتيجة ظهرة عليه نعم ده معنى اهل الذكر يعني انه نهارده ميجيش واحد معاها شهادة في الطبخ يبقى اسمو اهل الذكر انا كالت الاكلة من ايدي وعجبتني يبقى أهل الذهن في الأكلة دي فهو شاطر بهذا الموضوع أهل أهل حاجة ظاهرة عليه فهمت أقصه دي وبالتالي أنا مهم جدا أكون شايف النتيجة عليه عشان قبل ما أسأله أنا عندي فريق دايما بيخسر أو مش موافق أو في العقل الباطن أنه أنا كلما ألعب مع هذا الفريق بخسر بدي أشتغل عليه على ذهنه أكثر غير الإعداد اللي قلنا التجهيزات ده أهم شيء أنه تشتغل على عقلية اللاعب لا وخلي بالك مش هشتغل أنه يبقى بيعملها كده أنا جميل جميل لا يبقى هو مقتنع بجد مواد ترك بقى هو تدريبات كده يعني هسأل سؤال لو أنا جيت لأي فريق من غير أسماء وأمتعي للفريق ده قولي تصورك عنك يا فريق إيه الصورة اللي عنده هي اللي بتحصل هتحصل إحنا كويسين بس عنا مشكلة بالدفاع إحنا كويسين بس معناش مهاجمين هل هجمات لو قلت له أنت هتلعب كذا مين ده كذا ده الصورة هي اللي بتحصل يعني إحنا هقولها كده من الآخر تلخيص لكل ده إحنا أجهزة بروجيكتور متحرك يعني هذا دكتور الفرق بين الثقة بالنفس والغرور يعني أنت لما تيجي بتعطي تصريح بتقول إحنا قادرين أن ننفوز في هذه المباراة وهذا الفريق رغم إمكاناته الممتازة لكنه إحنا إن شاء الله هنكون أحسن منه كويس أسألك سؤال هذا هون ثقة ولا غرور لا ثقة ولا غرور إيه شو هذا ده بيدي لي إنديكيتور قبل خاصة في علم النفس إنه هو أصلاً ما عندوش صورة زينية لأنك عمرك ما شفت فريق كاذبان كاس العالم يطلع أول لأنه عامل تصريح أنا قادر نفوز أصلاً عمرك شفت فريق من اللي فازه في كاس العالم طالع يعمل تصريح أنا قادر نفوز ولا شو لازم يحكي هو أصلاً هو هيفوز خلاص عشان كده بأتكلم ما ليه جعب كلا لا لم هو ما هو الأرجنتين خسرت من السعودية بكاس العالم بالدور المجموعات صح وبالآخر فازت عارف خسروا ليه لما تقلهم لما ولي العهد قال لهم إلعبوا استمتعوا أعطاهم لا دخلوا يستمتعوا نعم فبقوا هاديين لعبة باستمتع كثير ناس باستمتعوا بس بيخسروا لا ما هو النقطة هي إيه أنا مش بأتكلم عن إنها استمتع بس وملعبش كويس نعم لأ أنا بتكلم عشان كده قلتلك الشخص اللي يكون عنده مهارة يعني بينجح عارف هقول قاعدة يا رب الناس سمع اللي بيحصل لك في حياتك هو زيادة من اللي انت كنت بتعمله أوكي يعني ايه الكلام ده يعني اللي هيدرس طاقة أو هيدرس أي علم هيزود لك اللي انت كنت عليه شهرين لفاته فلو انت كنت فاشل هيزيد أو لكن لو انت كنت بتتطور بس بسيط هيزيد هنا المهم عشان كده المهم ان اللي بيكون داخل تراك حلو عشان هي بتزود ليه بقى القاعدة الأعم ربنا خالق الكون يا رب الناس كلها تسمع قاعدة دي مش هتلاقفق اي حتة ربنا خالق الكون بحيث اللي بيجي لك من برة بيزود لك اللي انت عايشه أوكي يعني لو انت عايش مكتئب ومخنوق وجالك فلوس هتزود لك تئب يا جالك عيل لو انت نفسك تتجوزش انترتاحي وانت مش مرتاحة ويا ربك جوزة ومرتاحة هتتجوز وهيطلع عينك طيب هدول الرياضيين اللعيبة الأفراد أو الأندية أو المنتخبات أو حتى الإداريين كيف نغير اللي جواتهم بقناعاتهم مش دينيا نحكي عن رياضيا انا طبعا انا نتكلم على كيف وكطاقة طيب ايش كيف لازم تكون طريقة تفكيرهم حتى تتغير النتاج تنعكسها النتاج هتدي لك نقاط رقم واحد القناعات اللي موجودة ايه يعني ايه الكلام ده قناعة كل لاعب عن زميله قناعة كل لاعب عن الإدارة كويس كده رقم اتنين الموتيفاتور بتاعك ايه كل واحد فيهم عنده موتيفاتور مختلف في حد دخل عشان فلوس في حد دخل عشان يتقل عليه وقعه في حد دخل شايف نفس شكله حلو فعايز يبقى رياضي ويجيب بنات سور يعني لازم اعرف موتيفاتور ايه فلما اشتغل على كل ده من جوه ووحد الفريق كله على حاجة واحدة بس بتكنيك معين عشان اقدر اغير القناعة ثم اغير الموتيفاتور ثم نحط القيمة او الفاليو الفاليو القيمة اقدر اقولها كده هو بحر طيار من الماء قوي اللي يركبه ينطلق بقوة فانا لما اركب اللعيبة ذهنيا على فاليو معين بيوصلوا اسرع الف مرة من لو ما كانش راكب الفاليو ده بنيجي رقم ثلاثة باعة على الصورة الذهنية رقم اربعة على بعض تدريبات الطاقة رقم خمسة على تعمل ايه قبل ما تدخل تعمل التمرين لان انا زي ما اتفقنا الجأداء البدني خمسة في المية فقط يعني هدي مثال انا هدي مثال اهو لو جبنا اتنين واحد بيلعب رياضة كل يوم ساعة علشان يوصل لأداء عضلي معين ويوصل لأداء جسدي معين واحد تاني فهم طاقة فبدأ يلعب سبع دقائق بس عمل الشغل بتاعه الطاقي اللي اتنين هيحققوا نفس النتائج ولكن ده ممكن يكون اكتر بس قدرة الجسد عند اللي سبع دقائق هتكون اقل بالعكس قدرة الجسد في العطاء في اللياقة في النفس بالعكس هتكون اعلى بالعكس ما هو زي ما اتفقنا انا قلتلك هو انت بتعمل الاداء الجسدي الاداء الجسدي من غير البناء العقلي بيقى بطيء يعني انا هدي لك مثال عارف واحد عاوز يشغل كمبيوتر او يشغل تلفزيون فكل ما ايجي يوز شغل تلفزيون ينزل ويمشي لغاية التلفزيون ويروح كليك 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 ومشغله واحد تاني فاهم ان فيه ريموت واحد ما كانوا عمل كده هي بالضبط كده فده في ثانية عمله والتانية بازل جهد كبير فمعلومات الطاقة عاملة زي ده بالضبط ان هي ازاي تحقق نتائج بدل ما يبقى السعي مادي هدي مثال يوضع حلق اكتر بقى خلاص كده اوكي انا عايز ابعت لك جواب طول ما هو مادة هياخد وقت اطول من لو كان طاقة في تكست لو انت في امريكا وعايز ابعت لك جواب الجواب ده لو هبعتولك مادة ممكن ياخد اربعة ايام او تلات ايام اوكي لو هبعتولك طاقة تكست سوفتوير يعني هيجي لك في ثانية هي كده بالضبط وحنفوز ونجيب اهداف ونجيب كاس العالم ان شاء الله بإذن الله انا متفائل وبمشيئة الله هتبقى نتيج مذهلة كمان ان شاء الله ان شاء الله حبيبي استمتعت جدا بالحوار وانا اكتر عندي لسه اسئلة بس الوقت يعني شكرا دكتور شكرا يعني انت من الناس الرائعين انا احبك في الله وانا احبك حبيبي ربنا باقي شكرا 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 شكرا